أكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أميد خوشناو أن حكومة الإقليم ماضية في بناء سدود الحلولة دون تكرار أزمة المياه وقال خوشناو في متبر صحفي خلال وضعه الحجر الأساس لمشروع خدمي في قضاء جومان بأربيل إن من بين المشاريع الاستراتيجية هي بناء عدد من السدود وقد صدرت توجيهات بذلك من مجلس وزراء الإقليم مرتفا بالقول إن مجلس الوزراء سيجتمع خلال أيام المقبلة لبحث مسألة مصادر المياه والحفاظ عليها وشدد على أنه لا ينبغي هدر المياه في الإقليم لذا وبتوصية من رئيس الحكومة تشكلت لجلة في مجلس الوزراء متخصصة لمتابعة أزمة المياه والتي بدورها عقدت عدد من الاجتماعات خوشناو تبع بالقول إن هذه اللجنة ستجتمع خلال أيام المقبلة لبحث القرارات والملاحظات الصادرة الجهة المعنية في مسألة توفير وحماية المياه وبناء السدود وكان خوشناو قد أعلن في مطلع شهر تموز الماضي عن توقف أكثر من مئتي بئر ما في المحافظة عن العمل داعي للسكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهده الإقليم والعراق عامة ويذكر أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهر الجارية وبنسبة 65% على المياه الجوفية